السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو الجديد خمسة أوراق رابحة محتملة للمنتخب المغربي مقابل المحتملة في ربع نيائي لكأس إفريقيا إما الرأس الأخضر أو موريطانيا ولا تأهلنا بطبيعة الحال اللي عاد تقف في الساد العشية اليوم بطبيعة الحال في لقاء مشوق اليوم كذلك لقاء كبير صراحة بين المغرب وجهة إفريقيا غدى محن نتكلم على ربع نيائي المحتملة للمنتخب المغربي ممكن نشوفه خمسة أوراق رابحة مبدأوا باللاعب لقل واحد هو اللاعب شادي ريال بيتيز الإسباني اللي باقي ملاعب حساد قيقة بطبيعة الحال فات كأس إفريقيا وكن نتمنى أنه يكون من الأوراق الرابحة للمنتخب المغربي حال يتطور نحن في هذا اللقاء بطبيعة الحال الربع نيائي المحتمل للمنتخب الوطني المغربي عام بشيوا اللاعب باقي ملاعب حساد قيقة حتى وتم العزوزي لعب بولونيا الإيطالي 22 سنة بعض الآنصر المهمة عند المنتخب الأولمبي بطبيعة العنصر رد مهم بطبيعة الحال لا جيدة لا ولا نقاشا في ذلك وعنصر مهم جداً عم بشيو لسماعين السيبر اللعب عندهو بالهولندي يقدر يكون ورقة رابحة كذلك لأن الشنكة أساسي مع متخب زنبيا بطبيعة الحال بسماعين السيبر اليوم العناصر المهمة بطبيعة الحال بشيو عند آمن حارة لعب مرسيليا الفرنسي العنصر مهم جداً صراحةً ممكن يكون بطبيعة الحال وشاهدناه في جوج مقابلة مصر ثلاثة كحتياتي ممكن يكون عندهو حد دور في مقابلة الإيماجين بطبيعة الحال شكراً قلت إلى المتابعة لكم من هذا الفيديو من الأول إلى الآخر شكراً ززيلاً وإلى اللقاء وإلى فيديو آخر